قللنا بقى ايه ذكرياتك مع الراديو نعرف انت بتحبي راديو قوي جدا انا يعني يمكن انتو بتتكلم ورجعتولي ذكريات الطفولة كلها هبدأ معاكم ان انا من كنت بنام بالليلة على صوت اذاعة القرآن الكريم وبعدين نصح الصبح كده ماما تفتح اذاعة الشرق الاوسط من ستة ونص الصبح لحد سابع وحنا راحيني المدرسة بنسمع بقى كل التشكيلة كبيرة جدا من البرامج اولها قبلة فضيلة ويا حلو صبح وكلمتين وبس وحاجات جميلة جدا وطبعا كلام الازعية الكبيرة اناس جوهر لسه بيرند في ودننا لحد دلوقتي نيجي كده ارجع من المدرسة وبالليل واحنا قاعدين ممكن اسمع بالليل على اذاعة الشباب ورياضة برنامج دندنة كان بالنسبة لي من المرامج الكويسة جدا وكان بيجيب اغاني حلو قوي لما اجبرنا شوية بدأت اذاعة الاغاني فدي بقى اللي تقيبا كنت بذاكر عليها حفلة 11 بالليل وام كلثوم دي كانت مميزة بالنسبة لي وكمان كان فيه ساعة لعبد الحليم حافظ وكمان كان فيه ساعة واحدة ونص يعني ساعة كاملة كمان للفنان العظيم عبد الوهاب محمد عبد الوهاب دي بالنسبة لي من الحاجات اللي لا يمكن انساها وما زلت لحد الوقت بقى بالنسبة لي الازعية حتى في العربية لازم اشغالها في البيت لما بكون لوحدي لازم اشغل الازعية المصرية اللي تربينا عليها وكل صوت من صوت المزعين الكبار اللي احنا تربينا عليهم كنت اتمنى ان هم يدرسوا لي وكمان بتمنى ان احنا اولادنا يستمعوا للازعية بشكل جديد لانها شكلت وجداننا من وحنا صغيرين بقى نعرف حاجات كتير قوي كلمتين وبس بالنسبة لنا ما كانش برنامج يعني بسيط بالعكس كان بيدينا موعز وبيدينا حاجات كتير جدا قبل فضيلة الحكاوي الجميلة اللي كنا من خلالها بنعرف ونتعرف على كل حاجة في حياتنا من حكاية بسيطة بصوتها الحنين الرئيين يمكن انا من الناس المحظوظة ان لما جبرت شوية وبقيت مزيعة كان ليه الحظ ونصيب ان انا عملت لقاء مع قبل فضيلة وده كان من اسعد الحاجات اللي قدمتها في حياتي كلها